عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن قلقها من تدهل الأوضاع في ليبيا وأضافت أن ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ترابلوس وموظفي المصرف المركزي إضافة لإغلاق حقول النفط وتعطيل الخدمات المصرفية يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل نقلت صحيفة فينانشل تايمز عن الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي لقوله إنه قد أجبر مع موظفين كبار في البنك على الفرار من ليبيا لحماية أرواحهم من هجمات محتملة من قبل فصيل مسلح وأضاف الكبير في مقابلة مع الصحيفة البريطانية أن الفصائل المسلحة تهدد موظفي البنوك وتروعهم وتقوم أحيانا باختطاف أطفالهم وأقاربهم من أجل إرغامهم على الذهاب إلى العمل واعتبر الكبير أن محاولات عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المقأقتة لاستبداله غير قانونية وشدد على وجوب اتفاق حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد وقال الكبير بوجود توترات بين القوى على الأرض في ترابلس التي تدعم وتعارض إزاحته معربا عن خشيته من أن تؤدي تلك الأمور إلى الاقتتال وأشار إلى أن هناك أصول قيمة داخل البنك المركزي ولا نعرف ماذا يحدث لها معي مباشرة من واشنطن الرئيس التنفيذي لشركة بويز لاستثمار شريف عثمان أستاذ شريف أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث الآن أسأل في ظل هذه الأزمة وإذا ما تصاعدت والأخبار تشير إلى فرار الصديق الكبير هل نترقب الآن بالفعل عزلي بياء ماليا عن السوق المالي أهلا بكم لا أعتقد أن هناك توجه نحو عدليها عن السوق العالمية لأن تمت بعض المرسلات والمخاطبات من الإدارة الجديدة المكلفة من المجلس الرئاسي توجهت هذه المخاطبات إلى البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى هذه المرسلات كانت تهدف إلى توضيح أن هناك إدارة جديدة وأن هناك صلاحيات لهذه الإدارة وأعتقد أن هذا الإختار سيكون كافيا خاصة أنه مدعوم من المجلس الرئاسي والحكومة المدعومة أو المعترف بها دوليا التوجه الخارجي لم يكن وحده وإنما كان هناك أيضا توجه داخلي حيث اجتمع النائب المحافظة المكلف من المجلس الرئاسي أمس عبدالفتاح عبدالغفار عبدالفتاح عبدالغفار يجتمع بالبنوك التجارية العاملة في ليبيا وأبلغها بالطائرات وأبلغها أيضا بضرورة إعادة العمليات المصرفية إلى ما كانت عليه قبل وقوع أو قبل تأزم الموقف وشدد على ضرورة صرف رواتب شهر أغسطس وهذا ما بدأ العمل به بالفعل بس هذا الموقف إذا سمحت لي أستاذة شريف هذا الموقف ماذا يصاحبه الآن على الأرض؟ يصاحبه تصعيد عسكري يصاحبه ترقب لعودة المشهد السابق من الاقتتال في ترابلوس بالتالي واشنطن لا يمكن فقط أن تراهن على أن هذا الإجراء تم اتخاذه بالفعل من المجلس الرئاسي بينما ما يحصل على الأرض أصلا هو فرار للصديق الكبير وترقب لعمليات عسكرية في ترابلوس للأسف هذا الموقف أو هذه الأزمة أعادتنا عدة سنوات إلى الخلف وهو أمر طبيعي لأنه لا يمكن أن تدار بلد بحكومتين أو بقوتين عسكريتين ويعني هذا أمر لا يمكن استمراره وكانت خطوة تغيير محافظة مصرف ليبيا المركزي يعني هي أبرز التحديات التي تواجه الدولة أعتقد أن الأمر إن شاء الله لن يتجه ناحية تصعيد في المواجهات بين القوى العسكرية ولكن هناك أمور يمكن أن تحدث أكبر من ذلك فهناك مثلا توقف إنتاج النفط في ليبيا انخفض إلى ربع الإنتاج الذي كان قبل الأزمة هناك السيطرة على أرصد البنك المصرف المركزي في البنوك الدولية هناك استثمارات للمصرف يعني حتى الآن الصديق الكبير ما زال رئيس مجلس إدارة على سبيل المثال بنك المؤسسة العربية المصرفية الذي يملكه مصرف ليبيا المركزي ولن يكون سهلا تغيير هذا الأمر ولن يكون سهلا منح الصلاحيات لماذا أقلأ بكلامك أساد الشريف وكأن هناك تسوية معينة سوف ترضي واشنطن وترضي بريطانيا بطبيعة الحال بسبب التحالف أو بسبب الارتياح والموقف المنسجم تماما مع الصديق الكبير على وجه التحديد هل تؤشر إلى ذلك صراحة؟ لا أعتقد ذلك أعتقد أن التغيير الجديد سيكون نافذا وسيكون كل التطورات باتجاه هذا الأمر لأنه لديه الآن الصلاحيات ولا أحد يجرؤ على إقاف هذا الأمر يقابل بحجة بأنه غير قانوني يعني أنت تعلم أن البنك المركزي في النهاية هو مؤسسة سيادية هو كيان سيادي ومعروف بأنه بحسب اتفاق الحوار بجينيف ترشيح تلك الأسماء لهذه المناصب يجب أن يتم بالتوافق بين مجلس الدولة والبرلمان يعني ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي أصلا هناك قرار منذ عام 2018 بتغيير المحافظ الصديق الكبير وهناك قرارات أخرى لا يمكن عليه لأنه ما صر هذا الكلام بجينيفيا سيد شريف أنا أعرف ذلك ولكن التغيير أصبح أمرا واقعا في الوقت الحالي وهناك إدارة جديدة موجودة في البنك وهي لديها الصلاحيات التي تعمل بها ومكلفة من الحكومة المعترفة بها دوليا والمجلس الرئاسي وبالتالي أي خطوات تقف أمان ذلك لن تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد في الوقت الحالي خاصة بعد تعطيل القوى الداعمة لمحافظة المصرف الذي فر إلى الخارج تعطيل إنتاج النفط يعني إنتاج النفط الليبي عند تعطيله يؤثر على أمن الطاقة في دول أوروبية إيطاليا وأسبانيا لديها تعتمد بصورة كبيرة جدا على استراض النفط من ليبيا ولن أتوقع أن يستمر الإقاف لفترات مطولة وبالتالي بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى الاجتماع ومحاولة التوافق أعتقد أن الأمر سيكون في هذا الاتجاه وستكون الإدارة الجديدة هي المسيطرة على المصرف في الوقت الحالي والسيطرة على الاستثمارات تأخذ وقتها وستكون صعبة في الوقت الحالي إذن من واشنطن الرئيس التنفيذي لشركة باوز الاستثمار الشريف ترجمة نانسي قنقر